اشتركوا في القناة وضعنا في هذا المساء في سلسلة حلقات معاً رشاد اللي هي أذكر حوار مفتوح ما بين الجزائرين والجزائريات تريد من خلاله حركة رشاد أن تعبر عن مواقفها وتكون صلة تواصل مع كل الجزائريين تدارساً للأوضاع وتناصحاً وحتى تتبلور فكرة واضحة لدينا كجزائريين وجزائريات فيما ينبغي علينا فعله لتغيير إن شاء الله يأتي بالخير تغيير يحسن من وضع بلادنا ويمكن شعبنا من الازدهار والسلم والطمأنينة إن شاء الله طبعاً الحدث اللي كان في هذا الأسبوع بعد الذكرى اللي مرت علينا قبل أيام ذكرى انطلاقة حرب نوفمبر التحررية المباركة التي أرجعت للجزائر سيادتها على مستوى القطر ومكنت الجزائريين بأن يروا علمهم يرفرفوا على أرضهم وإن كان كما نعلم لا تزال القضية لم تنتهي ولا يزال الجزائريون يحتاجون إلى الوصول إلى تحرر تحرر تام يعد لهم كل مكانتهم في بلادهم وحقوقهم المشروع إن شاء الله على كل الشيء اللي أكيد أنكم تابعتهمه كلكم وهو ذلك الموقف المشين من بعض الرجال في الطبقة السياسية الفرنسية وهم طبعاً ليسوا من عامة الناس وهم ليسوا من المجهولين في بلادهم بل كان موقف مخزي وموقف يدل في ظاهره عن انخطاط في التعامل من حيث الأخلاق وأخص بالذكر هذا الفعل الشنيع اللي قام به الوزير الفرنسي السابق والسيناتور الحالي الفرنسي جيغاغلونغي اللي هو كان وزير في عهدة ساركوزي إلى غاية مايو 2012 حيث كان وزير للدفاع فطبعاً عندما سئل لونغي عن موقفه من طلب الاعتذار الذي ذكرته بعض الأصوات الجزائرية وفي الحادثة بالذات تصريح كان لسيد ولد عباس وزير المجاهدين الجزائريين طبعاً رد عليه بذلك الفعل القبيح اللي طبعاً احنا احتراماً لمشاعر إخواننا ولأخلاقيات وأدبيات أسرنا مناشح نورر هذا الفعل وزاد بعده سياسيون آخرون منهم بالفعل ذاته ومنهم من برر ذلك الموقف بل أنه دعمه وقال أن هذا هو الموقف الذي ينبغي أن تكون عليه موقف السياسة الفرنسية تجاه الجزائر وذهب إلى أقصى التصرفات من اليمين المتطرف اللي قال أن المصالحة بين الجزائريين والفرنسيين غير ممكنة بسبب هذا الحمل التاريخي الثقيم طبعاً نحن في حركة رشاد موقفنا واضح من مثل هذه التصرفات وفي الحقيقة هذا التصرف هو موقف خزي وعار لمن قام بذلك الفعل يعني هذا ما هو الشيء يشرف بأي طريقة من فعله وإنما يبين ويجعل فيه بالنسبة لنا يسيء إلى كل الطبقة السياسية في ذلك البلد يعني ما فيهش مجال لأن نجد الأعذار وإن كان بعض الأصوات في الحكومة الفرنسية قالت أن هذا فعل منعزل فعل شخص فعل لا تتبناه الحكومة الفرنسية ونحن نتمنى ذلك ولكن في نفس الوقت أن هذا الفعل نحن لسن أغبيا لم يأتي من فراغ هناك فكر متجدر في فرنسا ينظر إلى الجزائر بهذا الاستهانة وينظر إلى الجزائر بهذا الاحتقار وبهذا المستوى المتدني من الشتم وأنه لم يتقبل أصلا أن الجزائر استقلت عن فرنسا بعدما انتهكت في تاريخها انتهكت في سيادتها أي الجزائر انتهكت في أرواح الملايين من شعبها فهؤلاء بالنسبة لهم هذا ليس أمر ذا بال والما يهمهم هو أن فرنسا فقدت أرضا أنتهكت وكما يقولهما أرضا كانت لها وكان لها حقية في أن تبقى فيها طبعا نحن لا نقبل بهذا الكلام أصلا ونعجب أولا لأمرين على مستوى الضفة نبدأ بقضية فرنسا نعجب للسكوت الذي هو دال على الرضا لفئة كبيرة في الطبقة السياسية الفرنسية أنا أقول لإخواني الجزائريين تصوروا لحظة واحدة أن مسؤولا وزير رئيس بلدية منتخب سيناتور فرنسي تلفظ بشيء يعني أقل بقليل من ذلك تجاه دولة أوروبيا أخرى أو الدولة مثلا العبرية ماذا سيحدث في فرنسا؟ وكان يعني الأمور تفجرت وجاءت الاعتذارات على الفور وتكلم الرئيس ورئيس البرلمان والنواب ونزلت المسيرات وسمعنا 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 لم نرى ذلك إذن الطبقة السياسية الرسمية الفرنسية التي تكلمت تكلمت باحتشام وكأنه أمر عارض يعني كأنه مجنونا في الشارع في شوارع باريس قال تلفظ بكلمة بذيئة وانتهى الموضوع ونحن طبعا لا نلقي له بال لكن لا جيغارلونغي ما هوش مجنون في شوارع مرسيليا أو فرنسا أو باريس وإنما هو من الشخصيات السياسية ذات الوزن الثقيل حيث أنه تقلد منصب وزير الدفاع ورايح نربط موضوع يخص الجزائر بهذا الموضوع بالذات فيما يالي إن شاء الله إذن فالفعل كان سيئا إلى الغاية وما زاد في الأمر خطورة وإثارة للغضب هو ذلك السكوت من الطبقة السياسية الفرنسية وكأنه أسمحوا لهذا الكلام وكأن الجزائر تستهل إحنا كشعب جزائري يعني ممكن نشتم في عرضنا أو ذكر أن لونغي فعل ذلك الأمر ما هوش في إطار مقابلة تعكورة قدم ولا يتكلم على مغني ولا يتكلم على شجار بينه وبين جزائرية يمكن تكلم عن صاميم هوية الشعب الجزائري اليوم وهو يتكلم عما فعلته فرنسا من جرائم في حقه وفي تاريخ احتفال الجزائر بثورتها المباركة يعني إساءة ليس بعدها إساءة للشعب الجزائري وتراثه وعزته وكرامته هذا من ناحية المعنى بالأمر جيغاغلونغي لم يعتذر قد يقول الإنسان أنه في حالة غفلة في حالة انفلات حالة ما أدري تنافي في سلوكهم كأنك يقول عنك أنسكير أو كذا افعل شيء منكر ثم يفيق يقول يعني أعتذر للجزائري لن يفعل ذلك بل أكثر من ذلك ذهب يبرر يبرر وقال إحنا الجزائريين يكثروا علينا ويزايدوا علينا في الكلام إحنا هذا التاريخ ننساه تذكروا كلمة ننساه راح أرجع لها الآن التاريخ هذا ننساه وفرنسا كذلك كان لها دور إيجابي في الاستعمار يعني وتعلموا أن قبل سنوات كان كاد تمر يمر قانون في البرلمان الفرنسي يمجد الاستعمار على أن هذا الاستعمار جان للجزائر علاش بشي حذرنا لأننا احنا كنا بربر كنا بربر موش من حيث العرق يعني من حيث الهماج ومن حيث أننا شعب غير متحضر وكان ينبغي أن تأتي فرنسا لتدخلنا في عالم الحضارة فإذا من ناحية الفرنسية هذا بالنسبة لنا نحن كشعب كجزائريين شيء للأسف نقولها صراحة لم نفاجأ به لم نفاجأ لأن هذا النوع وهذا النمط من التفكير سائد في أوساط عارضة في المجتمع الفرنسي ولا أقول كل حتى نكون مقصدين فيه فرنسيين شرفاء وهم كثر وفيه فرنسيين اللي يستنكروا هذا الموضوع لكن لا يمكن أن ننسى أن هذا الفكر موجود في نسبة كبيرة حتى المجتمع الفرنسي وأكيد موجود في الطبقة السياسية الفرنسية اللي هي نظرة الاستعلاء والتجبر والتكبر وطمس تاريخ ومقومات الشعب الجزائري إلى يومنا هذا هذا فيما يخص فرنسا أما الأمر اللي الحق يقلقنا هو على المستوى الجزائري طبعا نحن أولا ندعو مواطنين أن يكون ردنا وراح نعطي بعض الأمثلة فيما بعد رد في المستوى يعني ما نكون نوش ناس في عاليين ونخرج وما نشعر بالك بعضنا وحي يحرق علام ولا رح يتعدى على مواطن فرنسي ظلما وفي غير محل الموضوع لا لا بد يكون نحن ردنا في مستوى من الرقي وفي مستوى من العزة والكرامة أولا نقول صراحة أننا لن نقبل سوى اعتذار رسمي لهذا الفعل المشين من طرف المعني وكذلك حتى من حكومة الفرنسية لأن الرجل هذا لونغي ما هوش نكيرا كما قد هو وزير سابق للدفاع أمر الثاني احنا كذلك نتعجب في الجزائر فين هو رد الحكومة الجزائرية الرسمية يليت يكون فقط رد للتنديد وراهي جزائر نوفمبر وثورة نوفمبر وجبهة تحرير الوطنية ورجالها أنا عارف البعض تكلمه في الصحف وبعض الصحف تكلمتي هذا مساس لب العزة تع الشعب الجزائري فراح نقول أشياء اليوم حتى تتضح الأمور أولا تصرف لونغي هذا يعطينا نبذة مما أنتجته المدرسة العسكرية الفرنسية وعلى شا نتكلم على المدرسة العسكرية الفرنسية لأن الأمر قديم هذا التصرف تعال الاستهتار الحجرة الظلم الاستبداد القتل هذا في تاريخ العسكر الفرنسي ومناش نتكلم هكذا هباء منطورة فرنسا عندما دخلت الجزائر وهنا رح نقول عندما دخلت حتى نوضح الأمور لأن هؤلاء أمثال لونغي ولوبين وكولاغ وانتهى إلى غير ذلك وهم كثر في فرنسا يقولوا أن الثورة الجزائرية هذه تعالى نوفمبر كانت فيها بربارية وحتى الجبهة التحرير وجيش التحرير كان يمارس الإرهاب كان يمارس الإرهاب وكان يعني يتعدى على الفرنسيين رح نتكلم على هذا فيما بعد لكن عندما نزلت فرنسا ودخلت الجزائر وش صراف الجزائر طبعا ما نرح ندير محاضرات على تاريخ أخذت نماذج بسيطة ورح نترك الأخ المخرج يبين أخذت مختطفات فحرب الإبادة في الجزائر ضد الجزائريين حقيقة تاريخية وكن يقولوا حقيقة تاريخية موش احناية فقط الجزائرين يتكلموا هذا الشي هم يتكلموا مصادر فرنسية ونقلا عن أكبر المسؤولين الفرنسيين نخلي الإخوة يقرأوا هذا النصب الفرنسية ونعطي ترجمة بسيطة يعني على الجناح السرعة فبعد ما كانت يعني كارثة إنسانية ومجزرة قامت بها القوات الفرنسية في مناطق متعددة من الوطن كلها كلها كانت وسائلهم هي التقتيل الأرض المحروقة يدخلوا يعني التشر كاملة بالذراري بالشيوخ بالزويل انتاحهم حتى بالغنم انتاحهم يدخلوهم في مغارات يسدوها ويشعلوا فيها النار حتى يموتوا خنقا أو حرقا وهم يتبدنون ذلك كم يقول بيجو هو ينصح كورونال هذا فيليسي يقولوا هذا إذا فروا هذا يعني هذا الرعاع هذا إذا فروا للكهوف والجبال سهل ديروا نتمادرنا في الصباحة روحوا لمعليهم الأعشاب والنيران وخليهم يلهبوا كما يلهب الثعالب هذا وشي يقول بيجو للكولونال البليسي فيه أمثلة أخرى أمثلة أخرى ممكن نعود نذكرها مثلا في كولونال سانتارنو في اللي يذكره شارلون ريجيونيا وهو مؤرخ معروف ويكتب على تاريخ الجزائر ويقول على لسان سانتارنو هذا يقول ثم يعني اغلقت كل المنافذ من هذا الأبواب وجعلتها كأنها مقبرة ثم إني قضيت على أكثر من خمسمائة خمسمائة من هؤلاء المتطرفين خمسمائة من المتطرفين يعني احنا جددنا ذاك الوقت في 1830 وحرب هذه يعني التقتيل والإبادة بدأت لمدة 3040 سنة قوية في البداية يعني الجزائر لم تفتح في يوم كما تعرف في تاريخنا بل يعني يعني استعمرت ودمرت عبر عشرات السنين كانت فيه حرب إبادة إذن باش ما يبقى لاش حناية كجزائري عقدة فرنسا كدخلت للجزائر ما جاتش بمشروع حضاري المشروع الحضاري ذو كنت نبين كيفاش ذكرهما جات بمشروع استعمار واستعمار باش من المفهوم أنها تعمر يعني أنها تسطو على خيرات البلاد وتقتل العباد وحتى الحيوانات ما تركوه شيء أرض محروق فإذن هناك نشوف هذا الموقف الواضح وأن فرنسا جات بحرب إبادة هذا ما ما نبقاش هنا فيه عقدة بالنسبة الجزائر ولم تعتذر فرنسا يلي من هذا ما اعتذرت اعتذرت الأمور أخرى اعتذرت في لو نعرف تاريخ فرنسا القريب في الحرب العالمية الثانية لرافل ديفالدي يعني عندما اعتقل أعداد من اليهود من فرنسا وسلموا للمحرقة في ألمانيا اعتذرت فرنسا وداروا البنايات والدولة تعتذر وتعوذ إلى غير ذلك الجزائر لا لم يفعل ذلك ثم أن ما هو يعني أقبح وأنا حبيت نبين شيء اللي ممكن إخواننا بعض ممكن من الخاصة الشباب لازم يعرفوه أن هذا الحرب تعل الإبادة ما كانت فعل فقط لرجال عسكر يقول هؤلاء جاء ويقتل بالما هو أقبح أن رجال الفكر أنا ذاك رجال الفكر الفرنسيين أنا ذاك المعروفين مثلا هنا بيّنت صورة تاع فيكتوريغو نعرفه كي كنا يقرأوا منا في المدرسة عندما كنا ندرس بالفرنسية نقرأه على فيكتوريغو إلى غير ذلك وش كان يقول فيكتوريغو على العمليات الهمجية الإجرامية ضد الشعب الجزائري يقول هذا الفتوحات هذه أمر كبير بالنسبة الفرنسية فرنسا وأن هذه فوز وانتصار للحضارة ضد البربارية ولأننا نحن نحمل مشروع الإنارة ومشروع التنوير الذي كان يقوم به الإغريقيون أي اليونان هؤلاء هم رجال الفكر يعني رجال الفكر يتكلموا بهذا الطريق فممكن تتقدروا تتصوروا إلى أي مدى راح يتصور العسكر في الميدان وهم يذبحون ويقتلون شعبنا ما وش المثال الوحيد بل أن يعني مفكر آخر المعروف اللي هو أليكسي دو توكفيل وكما يتبين هذا اللوحة الأليكسي دوكفيل اللي كان معروف يعني له كلام كبير عن الديمقراطية وكان مشى الأمريكا وانبهر بديمقراطية أمريكا ويأراد طبعا أن يدخل بعض نماذجها لفرنسا المهم هذا فيما يخص الرجل الآن نرى كيف يتكلم في سنة 1841 عن الجزائر فيقول أننا لنا الحق لنا الحق شوف يعني يعطوا لنفسهم الحق يعطوا لنفسهم الحق في أن يعني يخربوا البلاد يقولوا الكلمة هو كلامه يعني بحيث أننا نحرق المزارع وندخل ونعمل استعمل كلمة لغازيا يعني أنه سطو على ممتلكات وأرواح الجزائريين إذن هذا الشيء ماذا يبين لنا؟ يبين لنا أن قضية الجريمة الفرنسية بدأت منذ البداية وكان فيها إجماع هذا الشيء اللي لا بد تعتذر منه فرنسا فيه إجماع سواء من العسكر أم من المفكرين على أن أرض الجزائر مستباحة وأن أهلها لهم إلا الخنوع للمستعمر أو الموت ولذلك نحن كجزائرين لابد أن لا ننسى هذه الفترات وامتدت هذه الحرب وهذه الفكرة إلى أن قامت ثورة نوفمبر المباركة وطرد المستعمر بفضل تضحيات المجاهدين والشهداء ولكن هذا المدرسة الفرنسية يا أخواني أنا حبيت أشياء إليها أن كثير من سنقولها جنرالات الجزائر اليوم اللي ممكن يسكتوا ترباوا عند هذا المدرسة تعالى العسكرية والمدرسة العسكرية ما تربيش الناس كيفاش فقط يرمي القناصة ويرمي يضرب السلاح تربيه على فكر ولذلك رأينا أنه خلال حتى بعد الاستقلال هذا المدرسة الاستعمارية الاستكبارية العسكرية الفرنسية قرات النجيل ثاني من العسكريين اللي تقلدوا مناصب بعد الاستقلال وتقلدوا مناصب وصلوا إلى أنهم طبقوا وللأسف نفس الجرائم في حق شعبهم لأنه قرأوا على هذه المدارس الفرنسية وهذه الفلسفة تدمير والأرض المحروقة وإبادة الشعوب وما رح نذكر أمثلة فأنتم تعرفون الأسماء فإذن قضية هذه هذا التصرف المشيين من السياسيين الفرنسيين أنا رح نتكلم الآن عن موقفنا نحن كجزائري أول من أخاطبه أول من أخاطبه في الموضوع إنه فعلا راح في منصب اليوم منصب في الرئاسة عبد العزيز بوتفليقة بعد هذا الشتم اللي جانا من فرنسا والسكوت المحير من طرف الطبقة السياسية الفرنسية الفرنسية هل يسيب وتفليقة كي تزيد تمرض وما تمنوه لك على كل حال رايح تزيد تأخذ الطائرة وتمشي تعالج نفسك في فالدوغراس في باريس أم سيكون لك العزة وتحفظ ما للوجه وتقول الموت في بلادي ولا الروح عند اللي يسبون يسبون المجاهدين التاحي نزيد اللي نتكلم معهم كذلك سي عباس اللي هو في وزير الشؤون شؤون المجاهدين نحن نعلم أن من بين الامتيازات اللي تعطى هكذا وهكذا بعلامات استفهان مرات رخص استيراد السيارات إلى غير ذلك بعد ما جاك الرد تقريبا ليك شخصيا أنت كوزير لأن اللونغي كان يرد عليك أنت كشخص يعني خليك أنت كفرد لازم تكون عندك رد هل يعني إخواننا المجاهدين الحقيقيين ولا المزورين إن فيه الناس مزورة كثرة خلي ما هوش هذا مجال كلامنا اليوم كي تجيكم هذه الليسانس هذه الاستيراد السيارة هل ستكون لكم العزة وتقولوا اليوم أنا البلاد هذه اللي شتمتني وشتمت ثورتي ما نروحش نشري منها ما نروحش نشري هذا المرة بيجو رونو ما لابليش ونطلع المارسي ونفرحانك لا إما إما من شريش ناقص منها سيدي أو لنروح المكان آخر أرض الله واسعة هذه فقط أمثلة بسيطة هل ستكون لنا هذه المواقف هل سنرهن تصرفنا وتعاملنا مع الحكومة الفرنسية على أساس أننا نريد هذا الاعتذار فيه الناس طبعا سيقول لك لا وراكم متبالغوا وكذا وفيه مصالح اقتصادية وفيه علاقات نحن ما قلنا شنغطعوا العلاقات فيه علاقات فيه ملايين من الجزائرين يعيشوا في فرنسة ونحن حابين علاقة تحترام وعلاقة تحتعامل ولكن يعني أضعف الإيمان أن الإنسان اللي يجتمني في كرامتي أقل شي أخونا كين جيراح نشري شي ما يشريش من عنده كين جيراح نخير بين هو وغيره في منح يعني مشروع ننذكر الموضوع ما نقدرش أنا نجيب واحد يشتمني ويبني الإدارة فلذلك أن الحكومة الجزائرية ونسميها الحكومة الجزائرية ما عليش نحن عنا اختلاف معها وقد لا نعترف حتى بشرعيتها لكن من باب تجاوز الألفاظ في هذا المقام أتمنى بك لشيكون عندها موقف مشرف الآن نسمع مثلا أن فيه آخر لمسات توضع لعقد ممكن إبرام صفقة مع شركة رونو لبناء مصلع للسيارات اللي عنا ثلاثين سنسمعوا إخواننا في المغرب سنوات قليلة داروها والآن رغم ينتجوا أربعمائة ألف سيارة في السنة برونو دارتوا بسرعة وتصدر لأوروبا ولدول أخرى الجزائر ما زلنا ننظره ممكن ما تفاهموش على الرشاوة ولا ما تفاهموش وما نش عارف إيش فإحنا كذلك يليت المسؤولين اللي رأهم يتناقشوا في الموضوع هذا يطوو هذا الميل ويخلوه جانبا كاين ما هو أحسن من رونو وبكثير لا من حيث التكنولوجيا لا من حيث السعر لا من حيث النظر الاستراتيجية لتطوير صناعة قوية في الجزائر لأن أذكر لكم إخواني الجزائرين في جريدة فرنسية وراح نعطي لو الأخ المخرج وريد لكم وش مكتوب فيها يبين أن رونو حابة جيل الجزائر وكل في نفس الوقت تفرض شروط على الجزائر ويقول هذا المقال اللي في جريدة فرنسية وعنده تقريبا ثلاثة أسابيع يقول أن رونو حابة تقصي شركة مثل فولكسفاغن وأرادت كذلك أن تفرض على الجزائر أنها لا تفتح الباب أو المجال لاستثمار آخر في ميدان الصناعة للسيارات لأي شرك آخر لمدة خمس سنوات على الأقل وش ربحنا من هذه رونو يعني الله عليكم وش ربحنا هل هي أحسن سيارة في العالم هل رح تدخلنا التكنولوجيا خير ما اليابانية والألمانية وسمي ما تشئت يعني في ظل هذه الأحداث السياسية المؤلمة بالنسبة للشعب الجزائري وما زلنا نجرء وراهم يعني يا أخي خلينا شوية عزة وكرمة خلينا نشوفوا في مراحل أخرى نشوفوا كيف نطور صناعتنا مع شركاء أكثر يعني استقامة نعم استقامة حتى في احترامنا كجزائريين فلذلك أنه وللأسف الجزائر اليوم سواء في أهم قيم الشخصية الجزائرية ومن أهمها هي هذا الاحترام الذي لابد نكنه للملايين الذين دمروا ودمرتهم فرنسا الاستدمار ولا زلنا نساوم على أرواحهم وما زلنا يعني عندما يمرض واحد مننا من المسؤولين يمشي يجري الفرنسا على رأسهم للأسف الرئيس أنا حب أن أقول كلمة يا إخواني إن الاحترام شيء لا بد أن ينبع من يعني الاحترام الذي نريد أن يعاملنا به الغير بش يحترمون الناس لذلك يحترمون فوشنا وقالوها قبل يعني لو تذكروا لوبان وكان قال كي عندما بوتفلي قبل يتكلم قال له وش أكتكلم ترا كي تمرض تجي داوي عندنا هنا تجي داوي عندنا في المستشفى العسكري روح داوي في بلادكم بعد روح ترمع فرنسا هل هو مخطئ لوبان يعني العدوى بناتنا الله يعلمها لما نجباش نزكوه فهو لا لا يستحق ذلك بل هو مجرم من المجرمين لقتل الشعب الجزائري لكن ما قاله ليس خطأ إحنا إذا حبينا الناس تحترمنا لابد نحترم نفسنا نحترم نفسنا بتقدير يعني ضحايانا مجاهدين شهدانا بتنظيف الساحة هذه دخلوا عليها دخالة كثير كم من يعني قداما المجاهدين مزيفين ما زالوا عندنا لماذا نحن دائما نرضخ للقوة المستدمرة اللي كانت تذلنا في أرضنا أنا ما نحن حبي نزايد ولا نبالغ فقط يكون عندنا شيء من العزة في بلدنا حتى نحترم لأن نساء اللي ما يحترمش نفسه ما يحترموش الغير يعني يعني أنا لا أتصور دولة محترمة يدير لها لونجي هذا الفعل الشنيع وتمر الأمور هكذا فلذلك إخواني أن حتى هذا الكلام الفضفاض والوطن فينك يا لفلان فينك يا سيب الخادم والثورة ونوفمبر بينما أنا أعلم ولدي شهود كيف كان يعني حتى كأشخاص سيب الخادم كيكون مسافر وعندي شهود شافوه يعني حتى يكون الأمر بالدليل في فرنسا كيف يعامل وكيف وجهه وجهه يظهر للأسف لا يظهر العزة تعالي لسائل هذه الأمور الناس لاحظها وهؤلاء السياسيون المتهورون المتبجحون قليل الأدب في فرنسا ما كانوا ليفعلوا ذلك لو رأونا في بلادنا أهل عزة واحترام وأهل عن دولة قوية شرعية تدافع عن وطنها وعن مكتسباتها لما تجرأوا علينا فلذلك أن العيب في داخلنا أولا ولذلك أنه لابد أن يفيق الجزائريون ولا يعني يبقوا في هذا الكلام الفضفاض اللي فيه البيع والشراء وكما قلت اللي يقول لي أنا عندي الكارتة تعالي المجاهد وكي يعطيه له كارتة أول شي فعلا يحيطلع يجري المارسايا ويطلع باريس بشيشري سيارة فرنسية لا لا يا أخي لا هذه مايش عزة وفي نفس الوقت يأتيك الوزير نفس الشي بالنسبة للجيش الجزائري قبل أيام ذكروا أن كان فيه راح يكون فيه تعاون عسكري مكثف ليش؟ لمحاربة الإرهاب كالعادة طبعا لأننا الإرهاب إحنا ثاني جدودنا كانوا إرهابيين ما تنسوا مع فرنسا كنا كلنا إرهابيين وكذلك بيعونا بيعونا ما أرادوا وكأن أمن الجزائر في أيدي التكنولوجيا بين قوسين الفرنسية وأقبح من ذلك ونننبه إخواننا المنكرون في الجيش لعل عندهم شي كاش ما يتفطنوا هذا المساوى والمزايد مع الفرنسيين كانت بدأت عندما كان جيغاغ لونغي وزير للدفاع كان وزير للدفاع بدأت المحادثات هذا هو بالذات اللي بدأ هذا المشروع تعد تعاون العسكري اللي يوم يتكلموا عليه مؤخرا فنرجو أن تكون الهبة المواطنية والعزة عند الجزائريين ما وش بالتصرفات البهلوانية ولا بالصراخ ولا بالتعدي بطريقة غير شرعية على على الفرنسيين عامة لا لا احنا نعرف وش ندير ونجب أن يكون ردنا ذكي شريف نبيل كريم محترم حتى نبين أننا جزائريين حقيقة ونستهل استقلالنا ونستهل كرامة وعزة وطلع ولا يمكن أن ندهس على أرضنا بارك الله فيكم وإلى لقاء آخر استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة